أعلم من لديك لقاء آخر لكن سأعود إليك كذا سمح بسؤال آخر لكن نبقى معي سيد الخطيب بخصوص ما ذكروا لفندي من معلومات عن اجتماع تركي روسي إيراني مع وفود من النظام السوري بخصوص العملية العسكرية كما ذكر سيد لفندي قبل قليل هناك اتفاق على دخول النظام إلى منبجة الرفحة وإخراج قوات قصد من شمالي سوريا يعني ما وجد في الإعلام وفي القنوات الرسمية أن لا لقاء إيران ألحت بأن يجتمع وزير الخارجية مع وزير خارجية أو وفد تركي مع وفد سوري هذا لم يتم كل ما تداول في الإعلام أن هناك رفضا قاطعا من تركيا أن لا تجتمع هذا الاجتماع لن يكون مجدي خاصة وأنه لم يسبقه أي ترتيبات ولم يسبقه أي خطوات عن حسنية أو عن تحركات ليس وقته في هذه القمة خاصة وأن ما يقوم به النظام السوري ما زال يقوم به الجرائم التي يرتكبوها ما زالت وهذه أمور ليست عاطفية ولا لندغضغ بها يعني مشاعر المشاهدين وإنما هذه ملايين الشهداء أكثر من مليون شهيد على أرض سوريا لذلك أنا لا أعتقد أن يكون الحديث الآن عن لقاء خفي لم يسمع به أحد مناسبا ليشتت يعني الهدف الرئيس من هذه القمة